مانشت عبداللهيان مبادرة لتطبيع علاقات سوريا وتركيا بتعهد الانسحاب بضمامات روسية إيرانية وفد أنصار الله في الرياض بدعوة سعودية رسمية وتقدم في المفاوضات على الملفات الخلافية اللجنة الكماسية تستمع اليوم لتقرير لدريان وتمهد لرعاية فرنسية سعودية لمبادرة بردي كتب المحرر السياسي كشف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان عن مبادرة إيرانية لتطبيع العلاقات السورية التركية بعد سلسلة زيارات واتصالات إيرانية مع سوريا وتركيا وروسيا وقال نأمل أن نتوصل خلال اللقاء الربعي المقبل الروسي الإيراني التركي السوري إلى التفاهم على تعهد تركي على الانسحاب من سوريا بضمانات إيرانية روسية يقابله التزام سوري بضمان أمن الحدود التركية عبر الأراضي السورية ويعتبر الكشف عن هذه المبادرة مؤشرا لتقدم فرص العودة إلى مسار التسوية بين سوريا وتركيا التي تعطلت بسبب رفض تركيا الشرط السوري لعقد قمة رئاسية تجمع الرئيس السوري بشار الأسد بالرئيس التركي رجب أردوغان والمتمثل بالانسحاب التركي من سوريا بالتوازي سجل حدوث تقدم هام على مسار التفاوض السعودي اليمني مع تسجيل أول دعوة رسمية سعودية لوفد من أنصار الله لزيارة السعودية علنا وقالت مصادر يمنية أن تقدما بارزا سجل أيضا في مسار التفاوض نفسه حول الملفات الخلافية خصوصا ملف دفع الرواتب الموظفين وملف الأسرة إضافة لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لبنانيا ينتظر أن يستمع أطراف اللجنة الخماسية في نيويورك خلال الساعات المقبلة إلى تقرير المبعوث الفرنسي الرئاسي جونيف لدريان عن نتائج زيارته الأخيرة إلى بيروت وقالت مصادر متابعة للملف الرئاسي إن التفاهم الذي شهدته باريس بين فرنسا والسعودية وترجمه لقاء نواب الطائفة السنية في السفارة السعودية في بيروت مع لدريان بحضور السفير السعودي ومفتي الجمهورية سوف يشكل محور مداولات اللجنة الخماسية لجهة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برري ترجمة نانسي قنقر